اشتركوا في القناة ايه اربع بيضات ونص كوباية لبن دافي ومعلقة كبيرة بيكنج باودر معلقة صغيرة فانيليا وكمان هستخدم معلقة كبيرة نشادر ضروري جدا ان نشادر تفضل في الكيس عشان انت عارفة ان راحتها بتبقى نفازة جدا عشان كده هتسبيها في الكيس واول ما تحطيها اللبن على طول ايه نقول بسم الله ونبتدي كده في بولا هحط فيها السمنة الساعة بتاعتي وحط كمان عليها السكر البودر وابتدي اضربهم بالمضرب الكهرباء آآ الخطوة دي مهمة جدا جدا يعني آآ لازم مضرب كهرباء علشان تدماني اني السمنة آآ تدوب كويس جدا مع السكر هضربها كويس جدا نقول حوالي عشر دقيق طبعا انا حطيت السكر هنا على مرتين علشان لما اجي اعمله بالمضرب الكهرباء السكر ما يترش انتي ممكن تحطي السكر كله مرة واحدة وتقليبي تقليبتين كده باللسبتيولة بتاعتك آآ حبتدي بقى زي ما قلتلك اخفقه كويس جدا بالمضرب الكهرباء لغاية ما يبقى عامل زيك كريمة ولونه يبيض خالص تمام حطيت كمان معلقة الفانيليا على البيت وحطيت معلقة كبيرة البيكنجي بودر على الزقيق علشان آآ ما ننساش حاجة آآ اما معلقة النشادر لسه ما حططهاش على اللبن عشان احنا متفقين ان رحتها بتبقى نفازة جدا فحاسبها للاخر هبتدي اقلب كويس جدا آآ لغاية ما يبقى عامل زي الكريمة زي ما انتي شايفة كده هنزل بقى بالبيت واحدة واحدة كده لغاية آآ ما اخلص الاربع بضبتوي وخلاص كده مش هبقى محتاجة ان انا استخدم المضرب الكهرباء التاني باقة الخطوات هتبقى بايدي تمام آآ زي ما انتي شايفة خلاص كده هبتدي بقى احط معلقة النشادر على اللبن دلوقتي واقلبها كويس وخليها جنبي وهبتدي برضو احط بقى اتزقيق شوية شوية واقلب لغاية بقى من اعمل عجينة البسكوت شوية شوية كده باقيداية كده بقى هبتدي اقلب لغاية ما تبقى عندي عجينة آآ ملمسحة طري مش نشفة طبعا احنا عارفين ان البسكوت ده بسكوت المكنة مش بسكوت الامعة لان بسكوت الامعة بيبقى ليه آآ مقدير تانية العجينة دي بتبقى آآ الى حد ما مش طرية خالص آآ ان هي تنفع تتحط في الامعة خلي بالك ان الطريقة دي بتاعة المكنة طبعا احنا عارفين دلوقتي ان سعر المكنة بقى رخيص خالص مش مكلف يعني انا اشتريت المكنة بحوالي 100 جنيه تمام هبتدي بقى احط دلوقتي النشادر اللبن او النشادر وابتدي اقلب لغاية ما العجينة عندي تبقى تمام هسيب العجينة تستريح حوالي 10 دقايق وبعد كده هختبرها ان انا اضغط عليها لو ما ردتليش العجينة تاني تبقى العجينة دي ارتاحت كده كويس جدا واني كمان هي مغدومة صحة هبتدي بقى اجيب ايه الصاج بتاعي اللي انا همسحه مسحة كده خفيفة من الزيت بمنزيل وبعد كده هبتدي اجيب المكنة بتاعتي اركبها بقى وابتدي اشكل البسكوت بتاعي على عرض اربع صوابع يعني ايه ما اطولوش اكتر من كده ولما تيجي ترصيه في الصاج حاولي ان هو ميلزقش جنب بعضه قوي لان احنا حاطين بيكنج باودر بس ما تخافيش هو مش هيفرش تمام هبتدي بقى ارصه واجي وليك شكله ده شكله بعد ما رصيته خلي بالك ان هو زي ما قلتلك الواحدة والتانية بين البسكوتة والتانية نسيب مسافة بسيطة كده هحطه دلوقتي بقى في الفرن يعني التسوية البسكوت ما بيخدش وقت خالص حوالي عشر دقيق بالزبط علشان ما يتحرقش منك من الضهر وبعد كده بتولي له الشواية حوالي ثلاث دقيق تمام خلي بالك ما يتحرقش منك عايز اقولك يعني طالع طحفة ورحته طحفة ومقرمش جدا جربي بقى الطريقة دي ان شاء الله تعجبك عملت كمان شكل تاني الشكل ده تمام جربي بقى الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك بإذن الله وتقولي لي ايه رأيك وان شاء الله هنكمل باية انواع البسكوت بتاعتنا هنعمل بسكوت البرتقان وبسكوت الزبدة وبسكوت النشا يعني هنعمل كذا انواع البسكوتات عشان الايدي جعلينا وإحنا عارفين نعمل كل حاجة ما تنسيش بقى لايك وشير آآ واشتراك للقناة آآ وما تنسيش فعال الجرس عشان يوصلك كل جديد وبالهانا والشفا اشتركوا في القناة